موسيقى رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو دخل المستشفى اليوم بعد فقدانه الوعي تضرر حوالي مئة منزل في هود هاشارون نتيجة القصف الصاروخي الايراني حيث تم نقل نتنياهو الى المستشفى لتلقي العلاج مئات الصواريخ الايرانية التي اطلقت بمشاركة يمنية ولبنانية اشعلت سماء تل ابيب احترق الطائرات اف خمسة وثلاثون الاسرائيلية كما اعلن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي عن عدد الطائرات اف خمسة عشر التي تعرضت للتدمير تم تصوير اعتراض الصواريخ في سماء عمان حيث كانت الصواريخ تتساقط كالشهب ومقر الموساد الاسرائيلي خرج عن الخدمة نتيجة اشتعال النيران اخترقت الصواريخ الايرانية القبة الحديدية واشعلت اطنانا من الغاز في محطات النفط الاسرائيلية المرشد الاعلى في ايران السيد علي خامني اي توعد بالهجوم الاكبر ما اثار استنفار الدول العربية التي قامت بتفعيل مضاداتها الجوية لاعتراض الصواريخ الايرانية وشاركت القوات اليمنية في الهجوم معلنة اهدافها ومؤكدة استعداد جماعة انصار الله الحوثيين لتوسيع العمليات العسكرية ضد اسرائيل وحلفائها في المنطقة القوة الصاروخية اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في فلسطين المحتلة بثلاثة صواريخ مجنحة من نوع قدس خز اربعمائة ورغم تعرضهم لاكثر من اربعمائة الف غارة جوية اكد قادة جيش صنعاء استعدادهم لشن هجوم بري في اسرائيل باكثر من مائة الف جندي حزب الله اللبناني اطلق اسرابا من الصواريخ الباليستية الضخمة التي استهدفت مقر الاستخبارات الاسرائيلية في عمق تل ابيب وفي خضم التصعيد هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نتنياهو وامره بالانسحاب الفوري من الجنوب اللبناني في مكالمة هاتفية تعرض نتنياهو لتوبيخ من الرئيس الروسي حيث طلب منه وقف العمليات العسكرية افادت الاذاعة الاسرائيلية بان ايران اطلقت اكثر من مائتين وخمسين صاروخا بليستيا خلال نصف ساعة على اسرائيل واستهدفت العديد من المناطق وطلبت وزارة الخارجية الاسرائيلية من السكان التوجه الى الملاجئ اعلن رئيس هيئة الاركان العامة الايرانية اللواء محمد باكري ان الضربات الايرانية استهدفت ثلاث قواعد جوية ومواقع عسكرية اخرى بما في ذلك قاعدة نيفا تيم وقاعدة حتى سريم التي استخدمتها اسرائيل في اغتيال قادة حزب الله في الوقت نفسه اشتعلت النيران في منصات الغاز الاسرائيلية قبالة سواحل عسقلان بعد استهدافها بصواريخ ايرانية اكدت ايران انها ستواصل استهداف المنشآت الاقتصادية الاسرائيلية لالحاق اكبر قدر من الخسائر الحزب اللبناني اعلن قصف قاعدة جيلوت التابعة للاستخبارات الاسرائيلية والواقعة قربة لابيب بصواريخ فادي فور وذلك ردا على اغتيال امين عام الحزب في المقابل اليمن اكدت استهداف مواقع عسكرية اسرائيلية في تل ابيب والات بطائرات مسيرة واستهدفت طائرات صماد اربعة موقعا عسكريا في ايلات الجيش اليمني يواصل استعداداته للاجتياح البري لاسرائيل حيث اكد الخبير العسكري عزيز راشد ان الجيش اليمني يمتلك قدرات عسكرية واستخباراتية هائلة تمكنه من مواجهة التهديدات الاسرائيلية رغم تعرضه لاربعمائة الف غارة جوية من قبل التحالف العربي في تصعيد اخر دعت روسيا اسرائيل الى سحب قواتها فورا من جنوب لبنان وحذرت من استمرار العمليات العسكرية بوتين اغلق الهاتف في وجه نتنياهو بعد طلب الاخير محادثة عاجلة على خلفية التصعيد بين اسرائيل وايران صرح المتحدث الرسمي باسم الكارملين ديمتري بيسكوف بان الرئيس الروسي ليس لديه خطط للتواصل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي في الوقت الحالي ما شكل صفعة دبلوماسية قوية لاسرائيل على الجبهة اللبنانية حزب الله اعلن عن قصف قاعدة النعورة الاسرائيلية بوابل من صواريخ فادي تو واستهداف مستعمرات في الجليل الغربي بصواريخ اخرى كما شنت القوات اللبنانية هجوما صاروخيا على مستوطنة ساعر فيما افادت القناة الاسرائيلية الثانية باطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان باتجاه الاراضي الاسرائيلية خلال الساعة الاخيرة على الجانب اليمني افادت القوات المسلحة اليمنية باطلاق صاروخ باليستي باتجاه تل ابيب بالتزامن مع التوغل البري الاسرائيلي في لبنان اشتبكت منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلية مع طائرات مسيرة فوق البحر الابيض المتوسط بينما اكد الجيش الاسرائيلي تعرضه لهجوم صاروخي من اليمن حيث سقطت طائرات بدون طيار في مناطق قريبة من تل ابيب في العراق تعرضت قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي لقصف من صاروخي وافادت المصادر الامنية بسقوط صاروخين في محيط القاعدة بينما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخي للتصدي لهذا الهجوم قاعدة فيكتوريا تضم قوات دولية من بينها قوات امريكية ما يزيد من حدة التوتر الاقليمي الجيش الفرنسي دخل على خط المواجهة بارسال سفينة حربية الى السواحل اللبنانية كاجراء احترازي واكدت هيئة الاركان الفرنسية ان السفينة ستصل الى المنطقة في غضون ايام قليلة ما يعكس استعداد فرنسا للتدخل في حال تصاعدت الاحداث بشكل اكبر الولايات المتحدة دخلت على خط الازمة بعد اسقاط القوات اليمنية لطائرة امريكية من طراز ام ماين في سماء صعدة واكد المتحدث باسم الجيش الامريكي اسقاط الطائرة دون تقديم تفاصيل اضافية في حين اعلنت القوات اليمنية ان هذه هي الطائرة الحادية عشر من هذا النوع التي تسقطها منذ نوفمبر الماضي مع تزايد التصعيد العسكري في المنطقة يبدو ان المشهد يتجه نحو مواجهة اوسع بين القوى الاقليمية والدولية حيث تظل السماء الاسرائيلية تحت وابل من الصواريخ القادمة من عدة جبهات في ظل عجز الدفاعات الجوية الاسرائيلية عن التصدي الكامل لهذا الهجوم المكثف بوتين وخامنئي يظهران كابرز اللاعبين في هذه المواجهة فيما تعاني اسرائيل من عزلة دولية وضغط متزايد من خصومها في المنطقة وفي خضم هذه الاحداث المتسارعة تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب اقليمية واسعة النطاق حيث انضمت دول اخرى الى جبهة المواجهة مع اسرائيل في سوريا افادت التقديم